بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يكونون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا ثم أبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قول اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتروا على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وتروا الشمس إذا طلعت تزاون عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد لو يطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينذر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثونا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيكونون ثلاثة رابع كلبهم ويكونون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويكونون سبعة وثامن كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تصعا قل الله أعلم بما لبثوه له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واثل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربا بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستهيثوا يغاثوا بماء إن كالمحل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نذيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذاب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين اجعلنا لأحديما جنتين لأحديما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل واجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمن فقال لصاحبي وهو يحاور أنا أكثر وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ونخل جنتا وهو ظالم لنفسه قال ما أذن أنت بيدادي أبدا وما ذن الساعة قائمة ولئن رودت إلى ربي ولئن رودت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من لطفة ثم سواك رجلا لكن لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن إن ترر أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليك حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمري فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضبل مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه إن أنزلناه من السماء فاختنط به نبات الأرض فاختنط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وتر الأرض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويكونون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسكوا عن أمر ربه أفتتتخذونا وذورية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المدلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواكعوها ولم يجدوا ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب كبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا العجل لهم العذاب بل من لهم موعد لن يجدوا من دون موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاح لا أبرح حتى حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتا وما فتخوا سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاح آتنا غداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخوا سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبه فارتد على آثار ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رحمة قال إن لن تستطيع معي صبرا وكفي تصبر على ما لم تحط بي خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إن كن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عشرا فانطلقا حتى إذا لقيا غنا من فاقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أكن لك إن لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلوت من لدني عذرا فانطلقا حتى حتى إذا أتيا أهل قرية استضعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأوين ما لم تستطي عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهق هما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطي عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن نمكننا في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بنغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذب ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسن وسن نكون له من أمر نا يسرا ثم أثبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحقنا بما لدي خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دون ما قوما لا يكادون يفتهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني في ربي خير فاعينوني بقوة أجعل فاعنينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصلفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ علي كطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال ها رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافر يمعرضا الذين كانت أعين في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبهون عنها حونا كله كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا لابد